اهلا بكم في نشرة الاخبار الرئيسة من قناة السعودية والبداية بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية رئيس الامرات تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هلئاني ياكوف ميلاتوفيش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الاسود اهداء اكثر من ثلاثين الف نسخة من المصحف الشريف لضيوف الرحمن تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود رسالة خطية من رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد الانهيان تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات تسلم الرسالة صاحب السمو ولمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض اليوم سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ انهيان بن سيفال انهيان وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات اضافة الى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتين تهانئة فخام التسيد ياكوف ملتوفتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الاسود وعرب الملك وسمو ولي العهد عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخمته ولشعب الجبل الاسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار تلقى صاحب السمو الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية اذريبيجان جيهون بريموف وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة اضافة الى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وزعت دارة شؤون المصاحف برئاسة شؤون الحرمين اهداءات نسخة من المصحف الشريف لضيوب في الرحمن حيث بلغ عدد المصاحف التي وزعت حتى العاشر بشهر رمضان اكثر من ثلاثين الف نسخة اضافة الى اهداء عشرين مصحفا للمكفوفين بلغة برايل وبيّنت الادارة ان برنامج اهداءات مستمر طيلة موسم رمضان في تفعيل النقاط المشتركة بالتعاون مع ادارات رئاسة شؤون الحرمين قدمت شؤون الحرمين قرابة مليون وربع المليون لتر من ماء زمزم في المسجد الحرام يوميا منذ بداية شهر رمضان وذلك من خلال المشروبيات الرخامية الصنابير الموزعة والترامس المنتشرة في اروقته وساحاته على مدار 24 ساعة من خلال الجولات الرقابية على الحافظات والتأكد ايضا من توفير الكمية الاحتياطية هذا ويقدم اختبر الحرم المكي الاختبارات الميدانية والمخبرية لحفاظ على جودة ماء زمزم كما يفحص المختبر عينات من التمور ومواد التطهير والتعقيم مليون لتر من ماء زمزم تستهلك يوميا في المسجد الحرام بمكة المكرمة يستفيد منها المعتمرون والزوار بعد ان تقوم الفرق الميدانية التابعة لادارة الوقاية والرعاية الصحية برئاسة شؤون الحرمين بفحص جميع مصادر مياه زمزم بشكل يومي للتأكد من سلامتها وخلوها من اي مكروبات وتقديمها لقاصدي بيت الله الحرام بافضل جودة وفق اعلى المعايير الصحية العالمية والان احنا في مختبر مختص في عدة اختبارات ومن هذه الاختبارات اختبار ماء زمزم واختبار التمور التي تقدم في صفحة الصائمين وايضا اختبار المواد الكيميائية التي تدخل بالمسجد الحرام سواء كانت منظفات او معاقمات او مطهرات ومن هذه الاختبارات كما ترون امامكم الان اختبار ماء زمزم يتم عن طريق اختبارين اختبار مايكروبيوليجي واختبار كيميائي اللي امامكم الان هو اختبار مايكروبيوليجي للتأكد من خلوها من اي ميكروبات او شوائل ان وجدت لا سمح الله في ماء زمزم جهز مختبر الحرم الذي يعمل على مدار الساعة باحدث الاجهزة ويقوم عليه نخبة من المختصين من ابناء المملكة كما يقوم المختبر بالتأكد من جودة مواد التطهير والتعقيم وفعاليتها وفحص عينات من التمور للتأكد من جودتها قبل توزيعها على المعتمرين خالد الربعي الحرم المكي شريف اعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تقديمه الخدمة لاكثر من مليون ومئتي الف مسافر خلال الايام العشرة الاولى من شهر رمضان وقدم المطار خدماته من خلال جميع الصلاة الصالة رقم واحد والشمالية والحج وبلغ عدد المسافرين القادمين للمملكة اكثر من نصف مليون مسافر على ثلاثة الاف وسبعمائة وخمس وعشرين رحلة والمغادرين اكثر من نصف مليون مغادر على ثلاثة الاف وسبعمائة وسبع رحلات تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون النسائية على تسخير كوادرها البشرية من خلال تقديم ثمانية عشر خدمة للمعتمرين وقاصدات المسجد الحرام وذلك خلال العشر الاولى من شهر رمضان المبارك حيث بلغ عدد المستفيدات من الخدمات النسائية الى اكثر من ثلاثة ملايين مستفيدة فيما بلغ عدد المستفيدات من الحلقات التصحيحية باللغات المختلفة اكثر من ثلاثة الاف وثلاثمائة مستفيدة وبلغ عدد المستفيدات من التوجيه الديني الى اكثر من تسعمائة الف مستفيدة تتيح وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف عبر تطبيق زائرون وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف تستمر السفر الرمضانية والافطار الجماعي بالمسجد النبوي الشريف في إبراز صور التأخي والتلاحم وتوارث ثقافة السفر عبر الأجيال من أبناء المنطقة تجسد سيدات المدينة المنورة من متعاهدات السفر الرمضانية بالقسم النسائي قيم الضيافة لإفطار الصائمات من الزائرات بإشراف ومتابعة من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف داخل أروقة المسجد النبوي نوافذ خيرية متعددة في هذا الشهر الفضيل وفي صورة من صور التأخي وكرم الضيافة لزوار المسجد تجسد سيدات المدينة المنورة موروثا تناقلته الأجيال في ثقافة السفر الرمضانية أنا أساسا كنت من سكان جدا بعد ما جيت المدينة يمكن تقريبا لي عشر سنوات وأنا بس أفرش السفر في الحرم أتعرفت على إنسانة في الحرم أم نفوزية أنا ما أقول غير أم نفوزية ما شاء الله عليها وصرت معاها أحط سفري معاها وأرتب معاها ودعمتنا كثير والحين الحمد لله صار شيء بيسمي أنا وإن شاء الله بناتي بعدي بإذن الله نورة نموذج لنساء المدينة في عمل الخير وغرس قيم الضيافة عبر تجهيز الإفطار للصائمات من الزائرات على مدار ثمانية عشر عاما مشاعري لا توصف الحمد لله أكون إنسانة سعيدة ومبسوطة وأنا أخدمهم الحمد لله أحلى حاجة نسويها لما نعطيهم شيء بسيط ويدعونا دعوة من قلب هذا الشي فرحني مرة يفرحني ويسعدني لأنه تحس بفرحتهم توصلك في قلبك يعني تحسين فرحتهم ما تنوصب تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في اشتراطاتها للسفر الرمضانية إلى تسهيل العمل على متعهدات سفر الإفطار وسط أجواء من الأمن والتيسير تحت منظومة متكاملة من الخدمات للإخبارية فدون طبقاني المدينة المنورة أعلنت منصة حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية أن مؤشرات الجود لليوم الثاني عشر بلغت أكثر من 420 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال فيما بلغ الإجمالي العام حتى الآن أكثر من 94 مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة مالية تجاوزت 945 مليون ريال بنسبة تغطية بلغت 94% وصلت خدمة فوريجيت حملتها للعام الخامس لمساعدة المحكمين في قضايا مالية غير جنائية بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصتي أبشر وإحسان وتمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من التبرع المالي لمحكومي القضايا المالية ومساعدتهم على سداد ديونهم ومعرفة المبالغ المستحقة عليهم والحالة الاجتماعية حيث تتيح للمتبرعين استعراض بياناتهم والسداد باستخدام خاصية الدفع في منصتي أبشر وإحسان أو من خلال خدمة السداد التابعة للبنوك وتتميز الخدمة بالثقة والمصداقية والأمان أقيم حفل جمعيتين ترابط لخدمة المرضى بمناسبة مرور عشر سنوات منذ تأسيسها والحفل السنوي لجمعية ترميم بالإضافة إلى تكريم الداعمين والشركة جمعيتان خيريتان تمس حياة الفرد أولاً تكاملت وتوحدت جهودهم لخدمة مستفيديهم جمعية ترابط لرعاية المرضى عشر سنوات من العطى من توفير سكن للمرضى وتأمين نقلهم وصرف الأجهزة الطبية لأكثر من 31 ألف مستفيد 12 مليون ريال قيمة المشاريع الاستراتيجية الجديدة للجمعية هناك مشروع كمركز لجميع الترابط في العزيزية في الخبر وتكلفته تقريباً حوالي 5 مليون ونصف المشروع الثالث هو لنقل المرضى من مقر سكنهم اللي نقدمها كجمعية الترابط أو من مقر سكنهم الحقيقي إلى موعيدهم في المستشفيات من وإله أما عن جمعية ترميم التي تأسست منذ 6 سنوات ومن ذلك الوقت أعادت الحياة لـ 500 منزل في المنطقة الشرقية يسكن هذه المنازل 3000 مستفيد وما زال للعطاء بقية تغطيت ترميم 200 منزل 2023 وصيانة 100 منزل لكون الصيانة استحدثت في عام 2023 إضافة إلى تأثيث 100 منزل وبمساهمة تطوعية مستهدفة 80 ألف ساعة تطوعية بإذن الله ومشاركة 10 ألف متطوعية للجمعيات الخيرية دورا مهما في المجتمع فهي تسعى بكل طاقتها لمساعدة كل منهم بحاجة إليها شيماء الزهراني الإخبارية الخبر تقيم جمعية علا لذوي العاقب محافظة العلا حفل إفطار سنوي يجمع المستفيدين من برامج الجمعية بمنسوبها والتي تم من خلالها تقديم الجعم للمستفيدين المقبلين على الزواج لتفعيل أحد أهم برامج الجمعية أقامت جمعية علا لذوي الإعاقة حفل الإفطار الرمضاني السنوي للمستفيدين من الجمعية وأسرهم ومنسوب جمعية علا والذي يهدف إلى تعزيز التكيف والتفاعل مع المجتمع وتوعية أسر ذوي الاحتياجات الخاصة بما يؤدي إلى اعتمادهم على الذات واندماجهم في المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين جمعية علا قامت قبل أربع سنوات عام 1440 في شهر رجب لخدمة ذوي العاقة في محافظة العلا حيث كان هناك مطالبة من أهالي في إنشاء جمعية متخصصة ترعى حقوقهم وتذقف الأسر بكيفية التعامل مع أبنائهم المعاقين وتستهدف الجمعية في برامجها دعم الخدمات الأساسية والمساندات التي يحتاجها الفرد من ذوي الإعاقة كدعم المستفيدين المقبلين على الزواج في برنامج يفعل تحت اسم ساندني والذي يتم من خلاله دعم ستة أشخاص مقبلين على الزواج في حفل الإفطار طبعا اليوم قمنا الإفطار الرمضاني السنوي للمستفيدين الجمعية ومنسوبيها الهدف من الإفطار المساهمة في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع كمان تعزيز التواصل بين المستفيدين ومنسوبي الجمعية وأهالي المستفيدين وتسعى الجمعية إلى أن تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة العلا والقرى التابعة لها راضي زيد العلا ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مجلس الشورى يوافق على مشروع خدمات النقل الجوي بين المملكة والأرقوي أهلا بكم من جديد وافق مجلس الشورى خلال جلساته العادية برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في اندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة فيما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتين المملكة والأرقوي الشرقية في مجال خدمات النقل أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر الخريف أول منصة رقمية مختصة في المخاطر الجيولوجية تهدف المنصة إلى إتاحة البيانات الزلزالية كصفحة إلكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالزلازل وبياناتها والخرائط في السعودية وما حولها كما ستسهم المنصة في تقديم حلول فنية للحد من المخاطر المحتملة مستقبلا إضافة إلى دعم دراسات تحسين البناء التحتية كشفت هيئة الهلال الأحمر عن إحصائية البلاغات التي تلقتها خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان إذ بلغ عددها 33761 بلاغا تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية وبلغات أخرى حيث كانت بلغات الحالات المرضية أكثر من 2424 ألف بلاغ تجاوزت الحالات المنقولة 15 ألف حالة تشهد مدينة الرياض مايو المقبل لانطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات اللازمة لهم تنظم جامعة الملك فيصل غدا فعاليات ملتقى الآجاب الثقافي الرمضاني بعنوان الإعلام الرقمي والهوية الوطنية الواقع والمسؤولية وتشتمل فعاليات الملتقى على لقاء حول أثر وحدات التوعية الفكرية في تعزيز الهوية الوطنية لدى منسوبي وطلبة الجامعات كما يهدف الملتقى إلى الإسهام في تهيئة بيئة تعليمية آمنة فكريا عبر تعزيز الانتماء للوطن والتعميق مفهوم الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال والاعتدال أربعة وثلاثون هدفا حققها برنامج التحول الوطني بنهاية الفين واثنين وعشرين مثلت أكثر من خمسة وثلاثين في المئة من أجمال أهداف الرؤية بقيادة سبع جهات حكومية ومشاركة أكثر من خمسين جهات كان أهمها تحقيق التمييز في الأداء الحكومي وضمان استدامة الموارد الحيوية وتعزيز التحول الرقمي حقق برنامج التحول الوطني أربعة وثلاثين هدفا استراتيجيا من أصل ستة وتسعين هدفا لرؤية المملكة عشرين ثلاثين ما يمثل أكثر من خمسة وثلاثين في المئة من إجمال أهدافها واستمر البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح وذلك من خلال تحقيق التمييز في الأداء الحكومي من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وضمان استدامة الموارد الحيوية عبر التركيز على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الأمن المائي وكذلك تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته وعمل البرنامج على إطلاق مائتين وثلاثة وخمسين مبادرة تنفذها سبع جهات حكومية قائدة إضافة إلى أكثر من خمسين جهة مشاركة تركزت على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص عبر سنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع غير الربحي بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لرفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيا وإقليميا وعالميا وأسهم البرنامج في ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات إلى 82% نهاية عام 2022 وعمل على إطلاق منصات إلكترونية لدعم رواد الأعمال فضلا عن تطوير الخدمات العدلية لتسهيل الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت أعلنت شركة السعودية للكهرباء انتهاء طرح سلسلة سكوكا مقسمة إلى شريحتين سكوكا خضراء واعتيادية ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار بموجب برنامجها للسكوك الدولية وتبلغ قيمة الطرح مليار ومائتي مليون دولار لشريحة السكوك الخضراء بأجل استحقاق عشر سنوات وثمانمائة مليون دولار لشريحة السكوك الاعتيادية بأجل استحقاق ثلاثين سنة ويبلغ العدد الإجمالي للسكوك والسندات عشرة آلاف والقيمة الاسمية مائة ألف دولار وأوضحت الشركة أنه سيتم إدراج السكوك في سوق لندن للأوراق المالية ذكر محلل جي بي مورغان في مذكرة أن تحرك أوبك بلس لخفض الانتاج هو إجراء وقائي لضمان عدم استمرار الفوائض في السوق حتى النصف الثاني من الفين وثلاثة وعشرين ولم يغير البنك توقعه للأسعار إذ يرى وصول خامي برينت إلى تسعة وثمانين دولاراً في الربع الثاني بالإضافة إلى توقعه بوصول الخامي إلى ستة وتسعين دولاراً للبرميل في نهاية العام يذكر أن البنك قد توقع في وقت سابق تحرك أوبك بلس في الربع الأول من هذا العام وكانت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس قد أكدت في اجتماعها الاثنين أن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أعلنته عدة دول في التحالف يعد إجراءاً احترازياً يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط هذا ومن المقرر أن تعقد لجنة المتابعة الوزارية المشتركة اجتماعها القادم في الرابع من يونيو 2023 ما زالت ارتدادات قرار أوبك بلس وانعكاساته على أسواق النفط مستمرة بعد تنفيذ المملكة وسبع دول منتجة تخفيضات طوعية تصل إلى مليون وستمائة وسبع وخمسين ألف برميل يومياً اعتباراً من مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023 وستخفض المملكة خمسمائة ألف برميل يومياً والعراق مئتين وأحد عشر ألف برميل والإمارات مئة وأربعة وأربعين ألف برميل والكويت مئة وثمانية وعشرين ألف برميل والجزائر ثمانية وأربعين ألف برميل وسلطنة عمان ثمانية وأربعين ألف برميل على ما أعلنت كل دولة ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك بلس للإنتاج إلى 3.660.000 برميل يومياً بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي وأشارت وزارة الطاقة إلى أن هذا الإعلان هو إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول وتعمل أوبيك بلس على اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استقرار الأسواق النفطية وبحسب ما ذكر بنك جي بي مورغان فإن خفض أوبيك بلس لإنتاج النفط يعد إجراءاً وقائياً لضمان عدم استمرار الفائض بالسوق إلى النصف الثاني من العام الجاري مع توقعات بأصول أسعار النفط إلى 96 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2023 ومن أخبار الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصعوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم غد حتى لحد المقبل هذا وعلقت دارات التعليم في كل من عسير والطائف فالدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم غد حتى الأحد المقبل النشرة انتهت هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان ياكوف ميلاتوفتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود اهداء أكثر من ثلاثين ألف نسخة من المصحف الشريف لضيوف الرحمن شكرا لكم على طيب المتابعة نلقاكم على خير وفي أمان الله نلقاكم على خير وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر